السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد. ازايك يا بنات يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال. نهاردة ان شاء الله كيفكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا سهلة وبسيطة زي كل مرة. وان شاء الله مكوناتها موجودة في قلب بيتنا. مش هنحتاج. قلنا مكون واحد بسي او هي نص معلقة واحدة بسي. هنحطها بازن الله. على الكوباية ده ان شاء الله تنزل معاك الدهون. مهما كانت متحجرة او مهما كانت ما بتنزل شي. ومهما كان وزننا ان شاء الله الكوباية اللي احنا هنعملها دي ده هتنزل معنا الوزن بطريقة كويسة جدا. لو احنا ان شاء الله بقى مشين على الكوباية ديت بطريقة صحيحة وتابعنا مع بعض الفيديو للاخر مش عايز اقول لك ممكن تنزل معاك الوزن حوالي اربعين كيلو فاقل وقت فاقل مدة. تمام? لسا لازم تتابع معايا الفيديو للاخر علشان تعرفوا ايه هي الوصفة بتاعتنا وايه هي الخطوات. لان اهم من الوصفة تعرفي ازاي بناخد الكوباية وتعرفي الخطوات بتاعتها ازاي. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. يلا بينا. ما ابدأ اياه كده يا جماعة هنعمل الكوباية بتاعتنا. بس عايز اقول لحبابي اللي بيشوف الفيديو بتاعنا يحط لها كده للفيديو. ولسه بشوف قناتي هيعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يبصلوا مني كل جديد. اعملوا بقى الفيديو شاير علشان الناس كتير تستفيد من الوصفة بتاعتي. تمام? تعالوا بقى نحضر الكوباية بتاعتي. زي ما قلتلكم كده احنا مكوناتنا موجودة في كل بيت. زي ايه? زي الشاي لصمر. ده ان شاء الله اللي انا هحتاجه في الوصفة بتاعت النهات. اللي هو الشاي لصمر. ولو انت حابة تعمل شاي اغدر ما فيش مشكلة. تمام? بس انا بسهل لكم الموضوع على اساس الموجود عندنا نستعمله. اي نوع شاي موجود عندك استخدميه. علشان الناس اللي تسأل على نوع الشاي او المركب بتاعته. انا باقول لك اي شاي موجود او متوفر عندك اعملي منه. ده كده انا استخدم نصر كوباية. على حسب ما انت بتحب الشاي بتاعك. تقيه الخفيف? اعمليه. اي كوباة شاي انت بتعمليها بتفضليها تقيه الخفيف انت ممكن تعمليه. والناس اللي بتقول ينفع شاي تخسيس? ينفع يا جماعة شاي تخسيس. بس زي ما قلتلكم انا بوفر عليكم وبسهل عليكم الطريقة. لان في الناس ممكن ما يكونش عندها شاي التخسيس. تقوم عامل البديل بتاعه اللي هو شيء ايه? الشاي الطبيعي العادي. تمام كده? هابط بس كمان شوية صغرين كده علشان يبقى الشاي مزبط معي. تمام? ده كده يهوت. خلصنا الشاي بتاعك. معي بقى تاني حاجة الحبيتين الحبهان او الحبهيل زي ما احنا بنقول عليه. اه. ده موجود برضو في مطبخنا. ده اللي احنا بنستخدم. تمام? اهم حاجة. انا مش هحط الحبيتين كده مقفولين. لأ. انا هفتحهم. ده كده انا هفتحه زي ما انا فتحته هوت. واحطها بحال. يعني هفرق كل المحتويات ده هي. شايفينها ده هي. كل دوت نزل هوت. وبحط كمان الجلدة او الحباية. تمام? ده كده تاني حباية اهو. ده ما شاء الله بدي نكهة كويسة جدا للشاي. وفي نفس الوقت بينزل معاك الدهون المتكتلة بيقل نسبة الكولوسترال في الدم. ده كويس جدا جدا. فنزول الوزن. الناس اللي يحبها تخص. ده كويس جدا فنزول الوزن. تلاف كده كده كمان اي. نهوه بيطهر جسمنا. من السموم وبطهر القولون. بينظف المعدة بتاعي. كمان بيعمل ايه? بيسد الشهية معاني. ده اهم حاجة اللي احنا عايزينا النهاردة في الكوباية دي. طيب دلوقتي كده انا هنزل عليها بالمياه المغلية وهقول لكم ايه هو المكون التالت اللي احنا ان شاء الله هنحطه النهاردة. ده معايا المياه المغلية بتاعتي اهيت. زي ما انتو شايفين كده. وهنبدأ نقلب الكوباية بتاعتنا كويس جدا. وعلى فكرة يا جماعة لو انتم معندوكوش المكون التالت اللي احنا نحط دوت الكوباية دي كفاية قوي. تبقى كويسة جدا بس احنا ندوم عليها. تمام? ما فيش لسكر ما فيش اي حاجة ما بناخدهاش بالحاجة دوكلات. وبقوم اغطيها عليها شوية. بس هنحط المكون التالت بتاعنا الاول. ده معاها تالت مكون انا هنحط على الكوباية بتاعت ايه اللي هو ايه? اللي بان الضكر. اللي انتم شايفينه دوت? او اللي بان المر. اللي بان الضكر الاول اللي بان المر دوت ده بيجي من عند العطار. انا بعمل في ايه? بغضو بطحنه كده. زي ما انتم شايفين كده. بطحنه كويس جدا وهوروكو برضو هو مطحون. وبنعمل في ايه? اهو? هو ده كده يا جماعة شكله بعد ما بتاعها. ببقى بالطرقة دي كده. في منه ببقى ابيض وفي منه ببقى مصفر شوية. يعني على حسب اللي بان اللي انت بتجيبين. ده كده يعتبر نص معلاء انا هحطها على الشاي اللي انتم شايفينه ده كده اهو. اهو. بالشكل ده كده. هقول لكم برضو على طرقة حلوة اول ممكن تستخدمك اللي بانت ذكر دوت. على اساس ان انت. انا حطته كده على مية سخنة لان هو عشان يبوش معي بسرعة. وانا هسيبه لغاية ما حس ان هو باش بسرعة. وعلى فكر هو مطحون يعني محدش يقول لها ده هياخد وقت لأ مطحون ومية سخنة هيبوش معك على طول. هقول لكم برضو على طرقة تانية كويسة جدا. ده كده اول الكوباية انا عملتها معكم. هسيبها كده اهو. يعني مدة عشر دقايق ربا ساعة. بالطرقة ادي كده. لغاية ما تبرد معي. هرجعت انا اقلبها هتبص يعني ايه? هتحس ان هي كوباية الشاي بعد ما كانت حمرة معكي بقى لونها ابيض. انا هسيبها كده على جنب شوية. تعالوا بقى نعمل مع بعض كوباية تانية. دلوقتي يا جماعة هنعمل الكوباية التانية اللي احنا هناخدها. الكوباية ديت ده هتتغل على الرئيق. هناخدها الكوباية ديت هناخدها مرتين واتنين في اليوم اللي انتم شايفينها دي. تمام? اللي احنا عملناها مع بعض ديت عشان حد شيء في التعلاقات يقول لي انت ما قلتشي. لأ كوباية ديت هناخدها ان شاء الله بعد ما تبرد خلص معنا كده. هناخدها مرة تنين واتنين في اليوم. مرة بعد الغدى ومرة بعد العشر. تمام? اي وقت بقى انت عايزاء? بعد الغدى مسلا بساعة بنص ساعة انت ورحتك. تمام? بقى انا كده عملت معاكم اول كوباية. تعالوا بقى نشوف الكوباية التانية اللي احنا هنعملها. الكوباية دي زي ما قلت لكم هناخدها على الرئيق. هقول لكم لها فوائد عظمية جدا. يعني ياريت تنتبهوا معي واتتابعوا معايا الفيديو علشان تستفدوا يعني من المعلومات ديت باكبر قدر ممكن. تمام? دلوقتي كده يا جماعة بقى انا معايا الحبيتان اللبان الذكر اللي انتم شايفين دولة او اللبان المر. انا بحطهم كده هون في الكوباية. هسيب الكوباية ديت اللي غاد قد ايه او المدة بتاعتها قد ايه? هسيبها لمدة اتناشر ساعة. المية دي يا جماعة على فكرة نضي المية دي من الحنفية. يعني مية عادية خالص. احنا ممكن بيجيبها. بنسخنها. بنغليها كويس جدا. علشان تبقى معايا. وبسيبها لغاية ما تبرد. وقوم حط فاق الحبيتان اللي انتم شفتوه معايا دولة اللي هو اللبان الذكر او اللبان المر. قلت لكم بيجي من عند العطار. عشان برضو الناس اللي هتسأل ده جماعة بيجي من عند العطار. طيب. تعالوا بقى نعرف يعني فويده ايه او بيعمل ايه. انا هسيبهم كده يعني ممكن اعملهم بالليل واصبح اشربها على الريق على معدة فضل. بقى عدها اتناشر ساعة. علشان اللبان ده تيبوش معايا خالص. ويبقى اللون المية ديت عامل زي اللبن كده. هي بقى بيضة. تمام? دي اول حاجة هنعمل. وبغطى عليها كده بسيبها طول الليل. لو انت يعني ايه? ممكن تردها تعملها من المغرب كده. على اساس ان يعني على الصبح كده. تبوش معاك وتبقى كويس. طيب بتعمل ايه? باخدها على معدة فضل زي ما قلت لكم. اول حاجة يا جماعة الناس اللي هي عندها اولاد في السنوية العامة. عندها اولاد بتمتحن عندها اي حاجة ده ممكن تاخدوا الكوباية ديت. تمام? ليه? لانها بتنشط زاكرة. ما بتخليش عندك خمول ما بتخليش عندك تبلد. الحاجات ده كلتا بتنشط معاك الزاكرة. الناس اللي هي بتنسى بسرعة ممكن تاخدوا الكوباية ديت. تاني حاجة اللي هي بتقوى عضلة القلب معاك. يعني بتخلي القلب قوي وسليم. الحاجة التالتة بقى اللي هي بتمنع الجلطات تماما. يعني الناس اللي هي دايما بتقولهم جلطة اول حاجات ده كلتا دي بتمنع الجلطات. آآ في حاجة كمان ودي اهم حاجة معي اللي هي بتقلل نسبة الكولوسترول من الدم. تمام? ودي الحاجة المهمة اللي انا بقول عليه يعني ايه? ان هي ايه? بتخلي جسمك ما يبقاش في دهون كتير. ما يبقاش اه احنا بناخدها اصلا يعني انا عامل لكم في الكوباة التانية ديت. على اساس ان هي بتنزل الدهون من الجسم وبتقلل معي الوزن. دي اهم حاجة في الوصة بتاعتي. كويسة جدا كمان للبشرة. يعني انا فقلت لكم فويدة في الكوباة الاولية اللي انا عملتها بالشاي. الفويد التانية دي بقى التخسيس بتاخدها للبشرة كويسة جدا بتاخدها اللي بتفتح البقعة الدكنة اللي بتبقى في البشرة والحبوب والحاجات دو كلها. على فكرة انا لو انا قعدت اه ساعة كاملة اشرح لكم الفويد بتاعتها مش هتكفى. علشان ما طولش عليكم الفيديو. يعني كفاية او كده النهاردة. يبقى انا كده خلصت معكم الفيديو يا جماعة وعملت معكم كوباية تاني. الكوباية اللي انت يا حبة ان انت تاخدها على الرئي اللي هي كوباية ديك. ده ممكن تغذيها. هتعمل معك كفاية كتير جدا. عبا تغذيها على اساس النية تخسيس هنبدأ الكوباية ديت مرتين زي ما قلت لكم. تمام? اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسوش اضغطوا لايك للفيديو. شيروه علشان الناس كتير تستفيد منه. بزاد الناس يا جماعة ليه يعني عندها انت حانات الايام ده في السنوية العامة الحاجات دو كلاتها. ده كويس جدا لتنشط الزاكرة. بتخلي دايما على طول زهنك صافي. آآ بتركزها اكتر اي حاجة انت يعني الناس اللي هي دايما بتحفظه وبتزاكره. وفي الاخر بتنسى الحاجات دو كلاتها. كوباية دي كويسة جدا لهم. تمام? ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو بجيء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.